بعمل شيء اللي بعرف عامله بالنتيجة هذه المهنتي إنه مش مهم واحد يكون عم يشتغل للذاكرة أو للوفا إنها أفضل أيام لبنان بس إن شاء الله رح نضلنا نتأمل يعني خاصة نواياك فينا نعتبر أنه زفينة وليسة أصدقاء ولا لا؟ إيه طبعاً الأعلامي زفين أهلا وسهلا فيك معنا على السريع بعد هاد العمر بالوسط الإعلامي لقيت إنه عالم الشهرة إله وفا عالم الشهرة إله زاكرة في إيه ولا؟ يعني هو مش مهم واحد يكون عم يشتغل للذاكرة أو للوفا المهم واحد يشتغل يعمل شيء اللي بحب يعمله واللي هيك يعني خلق كرمال يعمله وأنا هيدا اللي بعمله يعني بعمل شيء اللي بعرف أعمله بالنتيجة هذه ماهنت يعني ما في الحكيم يقول المرضى طبع يقوله نوفا يعني إذا الحكيم كل مريض بده يتصل فيك بالسنة مرة يقول له مرسي عملت لي عملية من 30 سنة شو بيصير؟ بقى ما بدك تفكر بالوفا ما بدك تفكر بالمقابل بدك تعمل شيء اللي أنت خلقت كرماله وبدك تكون سعيد وأهم الشيء والواحد يعمل قصص اللي بيكون سعيد فيها والقصص المقتنع فيها كلنا بنعرف أنه لبنان حاليا يمر بظروف يعني ليست بظروف السهلة كيف تقييمك لإستمرارية العلام لبناني رغم هي الظروف؟ يعني هلا طبعا لبنان عم بيعاني في منع أفضل أيام لبنان بس إن شاء الله رح نضلنا نتأمل يعني خاصة نوياك كل العالم العربي إذا كان مع لبنان وإذا كان لبنان مع نفسه في لبنان يقطع هذه المرحلة وينتقل إلى مرحلة أفضل بمساعدة ومؤاذرة كل الأشقاء العرب سواء لي الأخير يعني أنا تابعت بكتير من الحب الحلقة اللي جمعتك الحلقة السبسيال اللي جمعتك بإليسا وما قدرت أعرف أنتو حكيتو كتير عن عشرة وعن أن أليسا حبت نكون معا بها اللقاء نتيجة ظروف قديمة ومواقف قديمة فينا منعتبر نوزافانو أليسا أصدقاء ولا لا؟ طبعا سر الله لأليسا خبرنا عنك أصدقائق لا في خبرك شي لا تعمل معي مؤابلة تانية بنعمل مؤابلة تانية عن أليسا وهلا هي موجودة هون ورانا عند حفلة بالكازن وهي وراغب علامة شو عم تحضرنا حاليا شوف يصد خبرنا عنها؟ حاليا هلا رجعت عندي برنامج عم يتقدم على عدد من الأقنية اللبنانية الله راض يعني ينال استحسان الجمهور وعندي غنية جديدة رح نزلها شواء